السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم عمر من قناة سي بي ناين ما درم اليوم رجعت لكم فيديو متل ما وعدتكم اني حجرب ديمان مليودس على الكريمزون ديمان طبعا الكريمزون ديمان هالكم يوم كان كتير صعب انك انت تلعب كيم فيه خاصة انه هو يطلع لك اليك يعني تاخد انفايتس من العالم بس انه انت يجي لك الكريمزون ديمان هذا كان كتير كتير صعب لانه ما بعرف كأنه الريدز طبعه اوطة من الريد ديمان والجري ديمان فانا اليوم هعمل انفايت لارفيقي لي هو عباد من قناة عباد جيمين هعمله انفايت على الكريمزون ديمان لانه هو كمان عنده ديمان مليودس فاليوم بدي اشرح بس بشكل عام كيف بنلاعب الكريمزون ديمان وشو افضل شخصيات انك ممكن جيبها معك طبعا انا هو التيم سيتاب لازم يكون مو لازم مية بالمية يكون ديمان مليودس فيكم تختموا الكريمزون ديمان بديمان مليودس بنان شاك بان الاحمر وبس ار ريد الي هوك هدول ثلاث شخصيات من اسهل شخصيات اللي ممكن تلعبوا الكريمزون ديمان فيهم فمتل مو شايفين انتو سيتاب عندي انا هغير ارثر هحط بداله جلي ثاندر للبوست لانه عبود هيحط ارثر تابعه فححط هون جلي ثاندر نحط عليه السب هاوزر هاده نحط عليه السب اه خليه بان هاده والجير هو احلى شي عالي فكرة بهاي اللايب انه انت فيك اه طبعا انا بدي حط هون على جلي ثاندر الجير تابع كينج لانه اتش بي ديها انا المهمة تابع جلي ثاندر هو انه يعطي بوست فقط مو للدماج انا بديها بس مشان البوست هون نحط على ديمان مليودس الاتاك جير في ناس كتير بيحطوا لايف ستيل لما على لما يلعبوا الكريمزون ديمان بيحطوا لايف ستيل فود وانا يعني بنصح فيها بس انا بعتقد انه نحنا في ننفوزه بدون ما نحط لايف ستيل فود اعتقد هذا بكفي لانه هلأ التيم كله بدي يكون متمحور حوالين ديمان مليودس بعد ما ياخد البوف من جلي ثاندر وارثر انا نسيت اعمل انفوزه لعبود اه طبعا هو رح يحط اه ديمان مليودس متل ما انتو شايفين رح يكون تيم عبارة عن ارثر وديمن مليودس و اه وقوثر طبعا احنا الاثنين حطين الي اليزابيث الهوستس هون بالسب اه سلوت مشان شو مشان الهيل بعد كل لفة الباسيف تبع خليني ورجيكم شو الباسيف تبعها اه ممكن هون ما بيبين الباسيف تبعها اللي هي اليونيك بتعطي عشرة بالمية هيل اوف ماكس اتش بي بعد اللفة ازا بتاكل دميج ازا حدا من التيم عندي بياخد بياخد دميج تعطيني عشرة بالمية هيل اوف ماكس اتش بي يعني ازا اتش بي عشرة الاف مسلا واكلت دميج اللفة هاي بعد اللفة ما تخلص باخد هيل الف هاد الشي كتير كتير مفيد خاصة للريتز الصعبين ازا ما بدك تاخد معك هيلر بالتيم طبعا انتم متل مو شايفين هون انا حاطت غوثر على اليسار عندي ليش حاطت غوثر على اليسار لانه هو عبود هون حاطت غوثر بالنص وهو افضل شي انه يكون غوثر تبعك وغوثر تبع اللي معك بالجيم مو بنفس السلوت انه ما يكونوا جنب بعض مباشرة هلا بس نفوت على اللابة بيكون في بيناتهم شخصيات يعني ما بيكونوا غوثرين جنب بعض ليش؟ مشان الكاردز بترفع الار انجي انه الكاردز اللي يجو لك بهاي اللعبة باللفة الاولى يكون فيهم اثنين غوثر يعني لانه شو بده تصير الاستراتيجي هي عبارة على انه انا عمل نحاول باللفة الاولى نوصل لرانكب لفل ثري انا عمل رانكب هو يعمل رانكب بحيس انه ناخد البوف تبع ارثر والبوف تبع غري ثاندر باللفة واحدة ونخلص من الكروت اللي ما بنحتاجه باللفة التانية هون بنعمل الدماج فهو الا ان شاء الله يعني احنا ما يصير مشاكل هذا اللي هو الاكستريم لانه كتير صعب وبيعمل دماج كتير بس خليني اعلو بس خليني احكيلو انه انه هو كمان بيكون عم جهز دي مو الحلو باللابة هون انه انت ما في داعي لكل شخصية تعمل لها جير معين وتخليه عليها لا انا بعمل مسلا بلد اه اقوى جير عندي بسويهم وبجهزهم وشو؟ وبس بدي استخدم اي شخصية بقيمة من على الشخصية اللي حطنا عليهم وبحطنا على الشخصية اللي بديها لانتمنا مشايفين اللي قيروا عندي هون بيعطي كرد دماج هدا كتير بيفيدنا علي مليوداس لانه مليوداس اه لانه مليوداس عندو لهي الويكبوينت بالالتييمة تبعو الويكبوينت بتعطيني اه كرد دماج فانا بالتالي كل ما زاد بال tolerantshire 大的 Arabic المكان بفيد اكتر بس انا يعني ما بنصح تحط عليه اتاك اا كريت لانه الكريت شانس تابعه ما بصير اكتف كتير الا بعد ما يموت حدا من التيم هلا احنا هون مبلش طبعا الكريمزون ديمون اوكي هلا احنا انا ما اطلع لي رانك اب حلو هو اطلع له رانك اب هلا هو بيعمل رانك اب تابعه بعدين انا بعمل رانك اب تابعي انا بعمل رانك اب بحكي له انه عندي البوست وهو بعمل بوست ومنخلص من واحدة من هدول هلا هو انا يعني احيانا بفكر انه احسن انه نخلي رانك اب تابعاتنا لللف اللي بعده بحيث انه ممكن يكون عنا باللف اللي بعده كاردز اكتر لم اليودس اللي هو الدمج ديلر تابعنا بحيث انه ما نخسر البف بس الكريمزون ديمون بيعمل دمج كتير عالي هلا هون انا شو بدي اعمل بدي حاول خلي الرانك اب معي شو الدمج اللي بيعملو بيعمل دمج كتير عالي اه طيب نبدأ هلا نحن بنحاول نعمل عليه ستاكس ايجنايت ادماء فينا ممكن هو يموت بهاي اللفة احتمال يموت بهاي اللفة اه انا يمكن استخدمت كاردز زيادة عن نزوم هاي الغلاط هاي المشكلة انه لازم لما تلعب الكريمزون ديمون تحاول قد ما فيك تخبي الكاردز لثري ستارز هو بعتقد عبود ما استخدم لثري ستارز لبعاته كلهم بس المصيبة انه مو بيعمل هو دمج كتير فانت بتخاف انه اوكي طيب ازا انا هلا بعمل رانك اوب على مليودس تبعي اه وبعمل هي وهي مشان هو يعمل الدمج هلا هو المفروض عنده اه اه مليودس لسه يمكن ما استخدمها لسه ها هلا هيك اللي احنا ماشيين لحد الان الوضع منيح لانه اللفة الجايح يكون انا معي وممكن اللفة اللي بعد او نفس اللفة كمان هو يسلم معه لحنا بنحاول نعمل متل مو شايفين فوق البوس عم يطلع متل علامة حريق هاي هاي اللي هي كل واحدة منهم هدول بتخلي البوس يأكل دمج عشرة بالمية زيادة هو مو علي خمسة فالبوس هياخد خمسين بالمية دمج زيادة فالمفروض بهاي اللفة اللي احنا نقتله اللفة اللي ها بكون انا الالتيمت قريدي جاهزة عندي بعمل عليه الالتيمت هو بعمل عليه الالتيمت مخلص على البوس كتير سهل ازا انت اه المشكلة بالكريمزون ديمون انه لازم يكون في كتير اه كوميونيكيشن بينك وبين اللي معك بالهدو بالبوس هلا اللي احنا خسرنا البوس تابعنا فانا هحاول اعطيه الجولد بوست لانه كتير ها هلا هو اعطاني كمان الجولد بوست فاعتقد هادا بيكفي لحتى نقتله احنا هخبي الكاردز تبعاتي لانه هادا بيكفي لانا نقتله انا خربطت اللفة الاولى استخدمت دمج زيادة عن لزوم لاني انا كنت متوقع انه ممكن يقتلنا اه سوري انه ممكن ما يموت انت بدك تحاول تخلصها باسرع وقت ممكن لانه كلما زادت اللفة كلما بيزيد الديفنس تبعه للكريمزن ديمان فلما تقتله اسرع كلما تقتله اسرع كلما بيكون ديفنس واوطة وبتقدر تعمل عليه دمج اكتر الا انا لو كان عندي شوية اجنايت زيادة هون بهاي اللفة ممتاز ممتاز انا بعمل اجنايت هلا وبعمل لفل 2 تبعي بستنى اذا هو عنده اجنايت ما عنده اجنايت يمكن طيب المفروض هادا يكفي لانه نقتله قوي يبقاله شوية اتش بي بس المشكلة هون انه يمكن ما يموت بسبب واحد وهو انه هو ما عليه هلا اجنايت ستاكس كتير يعني عليه بستنتين اللفة اللي شفتوه اللفة اللي قبله كان عليه خمسة فبياكل خمسين بالمئة دمج زيادة بس هلا بما انه انا عندي ويك بوينت بالالتيمات تبعي فعندي تريبل جانس ويعمل الكريت عليه لو عامل الكريت انا كنت قتلته هلا بس مو مشكلة لحد الان يعني الجيم ايزي المفروض اللفة جاي يكون خالص لانه انا معي لسه كمان واحدة ايجنايت هي الهيل فاير والكريمزن ديمان في عنده شغلة انه ممكن ما يضرب الكاركتر هلا هي 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 اللي حيعملها هي براند البراند هي عفكرة بتخليك تتوقع انت الكريمزن ديمان شو الحركة اللي حيعملها يلا ما يعمل براند لا ايه حلو هلا هو هلا حكالي انه عنده رانك اب هو المفروض قبل اللفة يحكيلي مفروض من الاول يحكيلي انه عنده رانك اب لانه كنت ما استخدمت الكارتز تبعاتي وكانوا كلهم هلا لفل 2 بس ما في مشكلة على العموم مفروض هو يقدر يشيله للبوس بما انه حتكون عنده اجنايت لفل 2 فهلا البوس ازا ما مات اللفة هي حيعمل كل الدمج تبعه على ارثر تبع عبود ليش لانه عمل عليه اللفة الماضية براند براند يعني انا يعني البوس ما هيضرب ما هيتركه للكاركتر الا لحتى يقتله وكل الضربات تبعاته بفوكس عليه مثل ما شايفين انتو قتلوا هلا فهلا بيعمل ايه او ايه 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 بيضرب شخصية تانية انا الحمد لانه مليهوداس تبعي ما مات بس هلا لحنا خسرنا البوف انا بحكيله انه عندي بوف مرة تانية بس يعني هاي بس مثل طريقة لتعمل كميونيكيشن مع اللي معك بالريد اه دائما خليه يعرف هو شو الكارتز اللي بايدك مشان ما يصير انا استخدم رانكب مثلا هو يستخدم رانكب وليحنا ما بنحتاجهم اه انا سنسي تاخت بالسيرة هلا المفروض هو مات البوس لانه قريدي عليه الاستاكس تبع الايجنايت متل ما شايفين انتو كان كتير سهل الران وهي الشغلة فيك تعملها فيك البوس هاد فيك تقتروا تخلصوا الاكستريم بمتل ما حكيت لكم بان النانشاك الاحمر وفيك تعملوا بالريد ايلي هوك الاس ار هادول الشخصيتين بيعملوا دمج كتير حلو علي للبوس وانا شايف اه يعني شايف فيديوهات وشايف ناس بيلعبوا الكريمزن ديمون باس ار ايليزابيث هوك بيعملوا دمج اكتر من اللي انا عم بعملوا بمليوداس هي بالنهاية بتعتمد على الطريقة اللي انت عم تعمل فيها الروتيشن تبع السكيلز تبعك يعني انا هلا مثلا لو اللفة الاولى ما استخدمت كل الاتاك كاردز تقريبا عندي انا استخدمت كتير اتاك كاردز ومتل ما شفتوا انتو ماتوا بضربتين البوس وكتير كاردز راحوا عالفاضي فلو انا مخبيهم مثلا كنت باللفة اللي بعدها بقتله كمان منقتله بوان تيرن وباللفة اللي بعدها كمان ممكن يموت بوان او تيرنز لانه متل ما قالت لكم كل ما زادوا التيرنز تبعاته للبوس وانتو لسه مو اتلينو كل ما صار الدمج الديفنز تبعه بصير اعلى لما ايال الديفنز تبعه والديفنز تبعه انت بالتالي طبيعي انك انت تبطل تعمل نفس الدمج اللي هتعمله عليه بالاول فهذا هو كان الكريمزن ديمون ان شاء الله انا هسوي لكم فيديوهات كمان مو بس بريد ديمون مليوداس مشان يبين معكم انه ممكن هاد الديمن تخلصوه باكتر من شخصية ومو شرط انه تعملوا سامنز على البانر تبع مليوداس بس مشان تلعبوا الكريمزن ديمون طبعا انا بالنسبة الي برأيي شخصي الاكستريم مو كتير مهم انها تلعبه متل ما انتو شايفين انا ما اطلع لي الا اربعة ايرز انا اليوم الصبح لعبان الكريمزن ديمون النورمال ستيج مو الهارد النورمال ستيج وطعلا اللي فيها ستة كريمزون ايرز انا متل ما شايفين انا مفرم كريمزون ايرز كتير من وقت ما اجل الابديت الى هلا كل يوم بيجيني انفايتس للكريمزن ديمون بلعبه وعملت لمت بريك لكاركترين عندي ولسه معي 82 هوليكس ايرز ليش؟ لانه انت لما ينزل الابديت الجديد كل العالم بيكونوا بدين يلعبوا يعني كل العالم عم يستنوا كريمزن ديمون رايد او انفتيشن او اي شي مشان يلعبوها فانا شو كنت عم بعمل اول ما نزل الابديت اول شي تواصلت مع الگيلد تبعي هذا الشي كتير مهم انه يكون فيه كونتاكت بينك وبين الگيلد تبعك مشان تقللون مثلا يا جماعة اذا حدا عنده كريمزن ديمون يعمل لي انفايت وانا عندي مثلا تيم هذا هيك 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 وتنسق مع الگيلد تبعك لانه بالنهاية يعني الگيلد تبعك فيه 30 شخص 29 منهم غيرك ممكن اي واحد منهم يجي كريمزن يعمل لك انفايت انا من اول يوم نزل في الابديت اربعة او خمس رايدات لعبتهم مع الگيلد ميمبرز تبعاتي وهذا الشي كتير ساعدني اني فرم الايرز وعملت الميت برايك بس هلا انا لحد الان يعني ما عم بعمل الميت برايك للشخصيات الباقية اللي عندي لاني عم استنى الابديت هو المفروض ان شاء الله بكرا ينزل الباتش نودز تبع الابديت ويورجونا شو البانر اللي هيجي لبعد مليودوس هلا هو بمليودوس البانر تبعه ممكن يومين ويخلص بعد ما يخلص البانر تبعه حينزل البانر تاني وانا بنصح اي حدا يجمع ولا يستخدم اي نوع من الدايمونز عنده لحتى ينزل الباتش نودز لحتى نعرف لحنا مين الشخصية اللي هتجي لانه في احتمال كبير ان يكون اسكانور وحتى لو ما كان اسكانور الاحتمال بصير انه الاسبوع اللي جاية يجي اسكانور فانا بنصح الكل يوفر الدايمونز تبع وحاولوا تفرموا الشغلات اللي بتحتاجوها لتعملوا اا باور اوب للشخصية تبعك مشان في حال اجي اسكانور تقدر تعمله انستاماكس من اول ما تجيبه تماكس الكاركتر بنفس اليوم وانا ان شاء الله هنزلكم فيديو ان شاء الله اليوم او بكرة كيف انت بترفع السي سي تبع الكاركتر تبعك يعني انا هورجيكم اا كيف شو قصدي انه انت ترفع السي سي تبع الشخصية تبعك هلا مبدئيا كل شخصية التيم تبعك مكون من اربع شخصيات كل شخصية الا سي 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 خاص فيه انا هلا عندي اكتر شخصية مشتغل على السي سي تبعه ورافع السي سي تبعه هي كينغ الازرق متل مو شايفين انتو هلا ستة وتلاتين الف ومتين وخمسين اعتقد اعتقد الماكسموم اللي ممكن توصله لشخصية لفل خمس وسبعين هو يا ثمانة وتلاتين يا سبعة وتلاتين الف وخمسمية انا لسه في شغلات لكينغ مشارية اللي هي من الكوزماتيكس ممكن ترفع لي السي سي تبعه تقريبا خمسمية او ستمية ممكن بس من الكوزماتيكس والجير تبعه لسه في ريرولز بدي اعملها عليه فمشان هيك حتى الرايت سايد لسه اصح ممكن اعمل احت اكتر من سبعة وتلاتين اعتقد اعتقد ممكن يوصل لالاربعين الف هاد الماكسموم اللي بتوقع موجوده حاليا بالجلوبل فان شاء الله انا هنزل فيديو كامل اشرح فيه كيف ترفع الشخصيات السي سي تبع شخصياتك كلهم وكيف تلعب البي في بي 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 بطريقة الامثل لنقول افضل طريقة تلعب فيها البي في بي سواء كان الستراتيجي اللي بدك تمشي عليه او الفود اللي بدك تستخدمه والشخصيات اللي بدك تستخدمه فاذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والشير ونشوفكم على خير